هذه محطة من محطات العنف الدموي في التاريخ العراقي محطة نعم وهي غير مقبولة مجزرة دموية لو ما كان فيصل الثاني بالقصر لو كان إمام من أئمة آل البيت كان قتله لأنه لا توجد شفاعة لأحد في العراق إذا كان علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين تعرضوا إلى ما تعرضوا إليه في العراق هل نطلب الشفاعة إلى فهد ولا عبد الكريم قاسم ولا فيصل الثاني يستحيل فذلك محطة من محطات العنف في العراق محطة من محطات العنف هي نفسها صارت مع الإمام زيد الإمام زيد جاب نظرية زيد بن علي الإمام زيد بن علي جاب نظرية وسطى بين السنة والشيعة يعني اعتبر أنه أبو بكر وعمر خلفاء مضبوطين بزين وما أدانهم وعند نظرية فيها مقولة في تلك الفترة في تلك الفترة وأجواء تلك الفترة يعني قتل وضرب السيف وتكسرت السنونة وفكة وبعد ما قتلوه صعدوا على يعني تريد تقول لا وسطية نعم لا وسطية ترجمة نانسي قنقر